السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناتنا قناة سوبر اهلاوي يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا دعما لحبيبك اخوك سوبر اهلاوي لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو ونصلى على النبي عليها افضل والسلام واستعدادات النادي الاهلي غدا ان شاء الله لسياتل الامريكي في الضر ربع النهائي الكأس العالم للاندية وبعد الاداء المشرف اللي كان في المباراة الاولى امام اوكلاند سيتي ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للادي الاهلي غدا والفوز اللي هيوصلنا النصف الى نهائي كأس العالم للاندية ونلعب اصاد ريال مادريد العالمي الكبير كبير العالم بقى دي هتبقى المباراة المهمة للادي الاهليا أن هو يتخطى سياتل باذن الله ودعواتكم معانا ودعوات كل جمهورتنا وفوز جديد للنادي الاهلي في 2023 على الزمالك في صالة الزمالك داخل النادي الزمالك سيدات الاهلي بعد الفوز الكبير المباراة التي أدوها أمام سيدات الزمالك أحمد مرتضى منصور يصرف إيجاد مكافئة إيجاد اللاعب الزمالك لكي تغلبوا فرق هدفين في كورة اليد عن سيدات النادي الأهلي هكذا الأهلي فاز وفاز داخل نادي الزمالك وفيديو الممنوع لكن قبل أن نتحدث في الفيديو الممنوع الذي كان منزله مرتضى منصور او هينزله على صفحته بعد ما نزل الخبر وبعدها بخمس دقايق بالضبط رجع شهل الخبر ومسحه من على صفحته الرسمية على الفيسبوك طبعا قالك وليد العطار اتصل بنا وقال لنا او قال أعضاء مجلس قدارة نادي الزمالك محدش يروح الاتحاد علشان ما ييدوش اللاعبها يوم الجمعة اللي هو أساسا باب القيدة أفل من ثلاث ايام ده أول حاجة لأنها تبقى مخلفة لللوع والقوانين يعني ايه وليد العطار هو مين اللي بيدر الكرة في مصر لما وليد العطار يقول لك وفي الآخر بيقول لك ان وليد العطار قال له محدش ياجي او تعالوا الساب علشان الجمعة أفل يعني ايه التهريك ده تهريك والله تهريك وفاجأة بعديها من شوية نتفاجئ ان وليد العطار أصلا بيقول لك في أسبانيا بيتعاقد مع خبير أجنبي لقيادة التحكيم في مصر او لرئاسة لجنة التحكيم في مصر في الدور المصر وفي كل وقت في التعادل مصري يجي مرتضى منصور اللي هو طايح ومشاهد وعامل حاجات كتيرة ويقول لك كله بيهاجمني مع ان هو اساسا الخطأ الإداري منه وبيهاجم وبيسف وبيشتم وبيعمل كل حاجة قال لك أنا معايا فيديو بعد ما نزله قال لك ياريت بس قبل ما نتكلم في مرتضى منصور والفيديو اللي كان هينزله نقول ياريت اتحاد الكرة بقى يفضل على رأيه يسترجل بمعنى الكلمة زي ما انت طبعا استرجلت وقفلت باب القيد دون انت قيد لاعب الزمالك خلاص يبقى انت كده تثبت على موقفك لحد ما يقول لك او لحد ما تشوفه بقى يفتع باب قيد جديد في الصيف في الانتقالات الصيفية لكن ما تجيش حضرتك بعدها بيومين تقول هنرجع نأيد اللعب هو بمزاجك تفتع القيد وتقفله وقال لك والد العطار والد العطار اتري مسافر ده حاجة تاني حاجة بقى مرتضى منصور كل حاجة عبيضحك على جمهور منها حتى كان في فيديو النهاردة نازل على اليوتيوب على منصات اليوتيوب والفيسبوك ناشئ من ناشئ الزمالك بيكدب مرتضى منصور وابنه بيكدبهم على اللي بيعملوه لحد امتى جمهور الزمالك هيفضل مسدق الكلام ده اللي بيقوله مرتضى منصور المشكلة ان في ناس كتير لحد النهاردة بتسدق والفيديو الممنوع من العرض اللي نزله مرتضى منصور على صفحته الرسمية قالك بعد هفضع وهنزل الفيديو علشان تعرفه باتحاد الكرة وبيعملنا ازاي مع ناد الزمالك والكلام اللي هو ما يقضيش اي مصلحة ولا اي حاجة عمنا مرتضى منصور بعد ما نزل الفيديو او نزل الخبر بعدها بخمس دقائس رجعت شلته ليه علشان ما عندوش فيديوهات بيدحك عن ناس وبيدحك على جمهور ناد الزمالك ما عندوش فيديوهات تثبت الكلام اللي هو بيقوله اصلا وفي الاخرى يجي بالليل على قناة ناد الزمالك اللي هي قناة السف اللي بيقعد عليها للفج يتكلم بياخدها الاحساب وطبعا يقول لك انا ويتصل بي يا ناس من الدولة ناس كبار ناس مهمين قالوا له لا ما تنزلش حاجة وهنحل لك المشكلة لا دي مشكلتك انت وانت اللي تحلها وفي الختام يا سادة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة